السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة وصفة أفكار أخواتي لبس عليكم أتمنى تكونوا بألتحاء وعافية كما ترون لديهم كثيرا لديهم كما ترون لديهم لا نساوبوا بهم شيئا لأن بعد الاختراس نضعوا في هذا الموقف يبقى لديهم شيئا لديهم لديهم شيئا لديهم ولكن قد نساوبوا بها ليس شيئا لديهم كالكسكروت أو الفطور لديهم كما ترون لديهم هنا في المكونات الخبز الفران أو البريوش لديهم كسل حليب وكسل تخلفينه وكسل تقيق الفرس وكسل تقيق الفرس لديهم ماء ولكن لا نستعملوا لديهم الزيت يجمع الكبار هنا قبصة ملح ومع القصغيرة الخميرة الخبز ويجمع الكبار السكر سنيدة ويجمع الكبار دائما اي حاجة تشاط لنا لا نقوم بها ويجمع الكبار ويجمع الكبار ويجمع الكبار ويجمع الكبار لا نقوم بعمل ويجمع الكبار ونقوم بعمل ودخلت الفينو نخلطه الثقائق مع الملحة ونقوم بعمل ونقوم بعمل ونخلط الخميرة ونخلط الحليب ونقوم بارز لان الخميرة لا تخبر ضغط الحليب يكون على بره ونقوم بسارع وليجمع الكبار ونقوم بعمل الخبز ونقوم بمتاز ونقوم بخبز ويجمع كلها ونقوم بعمل ونقوم بعمل تجعل الحليب كمية 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 كبيرة تضيف حليب تضيف حليب تضيف حليب تضيف حليب تضيف حليب تضيف حليب كيك تقيل و ليس خفيف و غيب الملعقة التي لا يوجد تاعب ستخلطها في الصباح و تخليها تخمر لكي توجد هذه العشية كالكسكروت و تقلق يومين ندرسها غير صغيرة و ليس كبيرة تخلطها جيدا تجنزها مع المواد كاملة سوف تخلطها لكي تخمر لكي تجعلها تشكل هذا سوف نصبق الزيف و ولعه لكي ندرس تبصيل لكي تجعل العرق لكي تجعلها تبصيل لكي تجعلها تبصيل ندرس المول لكي تضعف الحجم لكي ترى طبع حجمها سوف ندرسها في المول لقد تضعف مول طويل أو دائري خلط العجينة خميتها مرات يعني لا يمكنك خميتها مرات خميتها مرات مرة اخرى تلصق تأخذ زيت حتى تغدوها تغدوها تغطيها و تخمر تمنى أن نعضي الوصفة لكم أخواتي لا تنسوا لكم أخواتي لا تنسوا لكم أخواتي لا تنسوا لكم أخواتي لا تنسوا لا تنسوا لكم أخواتي إذا أعجبتكم و تبارتجوا فيديو هذا مع الأصدقاء حتى heads تغطيها بخميتها بأسفر بيض تردتها تغطيها 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 بأسفر بيض و زنجلان او لفق أو لعاء لذيب لا تنزل لا تنزل يجب أن تبريد مع الشوكولات يجب أن يكون خفيف هذا بدون بيد لا يوجد بيد في المكونات يجب أن يكون الحليب يمكن أن تفضل بها يجب أن تفضل يجب أن تفضل الفران يكون يكون سخون ومن ثم يجب أن تكون يجب أن تكون مهلة يجب أن تنفخ ويجب أن تفضل يجب أن تفضل إليك وتفضل يجب أن تفضل من داخل وتفضل الورقة جيدة تفضل لم تصل وتفضل يجب أن تفضل تحتوي تفضل كمية الأسابية لتخفيل الأسرة كاملة وتقسموها لتشكلها من الداخل سخونة سخونة تفرسط رطبة رائعة خبص خفيف يأتي الكثير تقسموها الخبز مع زرارة أتمنى أن أتعجبكم وبصحة وراحة أتمنى أن أتمنى أن أعطيني هذه الوصفة أخوتي و جميع الأخوات بحلد الخبز سوف نرى أتمنى أن أتمنى أن أتمنى أن أتمنى أن أتمنى أن أشربتها و مع السلامة مع وصفة جديدة بالنجاح والتوفيق لجميع أتمنى أن أتمنى أن أتمنى أن أتمنى أن أقوم بهم